مرحبا تخطط الحكومة الاتحادية لإنشاء دراء حماية صاروخي أو ما يعرف باسم القبة الحديدية آيرون دوم فوق الأراضي الألمانية بأكملها كما هو الحال في إسرائيل لحماية البلاد من الصواريخ الروسية وسيكلف نظام الدفاع الجوي حوالي 2 مليار يورو وسيتم تشغيله في وقت مبكر من عام 2025 وستكون أجهزة الرادار قوية جدا لدرجة أن القبة الحديدية يمكن أن تغطي أيضا بولندا ورومانيا ودول البلطيق ولكن يتعين على الدول المجاورة لنا شراء صواريخ ايرو سري الإسرائيلية التي ستعتمد عليها منظومة الدفاع الجوي لإعتراض وتدمير الصواريخ المهاجمة تريد الحكومة الألمانية إعفاء المواطنين من الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة عن طريق توفير تسكرة مواصلات عامة مخفضة حيث يجب أن يكون العملاء قادرين على السفر بالحافلة والقطار لمدة 90 يوما مقابل 9 يورو شهريا وسيتم تعويض أصحاب الاشتراكات وتشير التسريبات إلى أن بيع هذه التزاكر المخفضة سيبدأ في الأول من شهر ماي أيار 2022 وتريد بعض المقاطعات حتى توفير تزاكر مجانية بالكامل يعني أركب وانطلق لتخفيف العمل الإداري بسبب الفساد في منح الدرجات تريد جماعة ديسبوغ أسن إلغاء الشهادات الجامعية لأكثر من 40 خريجا حيث قامت المديرة السابقة في كلية الاقتصاد برفع الدرجات لمدة 4 سنوات عند إدخالها في نظام الكمبيوتر مقابل مدفوعات نقدية ويقال أن المديرة السابقة حصلت على 800 يورو مقابل ضمان النجاح بكل امتحان و50 يورو لكل 0.3 نقطة للحصول على درجة أعلى وأعلنت الجامعة أنها ستغير إجراءات عملها في المستقبل بطريقة تجعل التلاعب مستحيلا من أجل دعم العائلات ماليا في ظل الزيادة الحادة في أسعار الطاقة والوقود بسبب الصراع في أوكرانيا سيتم دفع 100 يورو لمرة واحدة لكل طفل في ألمانيا زيادة على استحقاق الطفل كيندا جيلد عن طريق سناطيق الأسر فاميليان كاسن ولا يزال موعد الدفع حتى الآن غير معروف ولكن ربما قبل العطلة الصيفية شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء